تصدر فريق سمو الشيخ عيسى بن عبدالله بن حمد آل خليفة توسيز موتور سبورت سباقات التجربية لتحدي جي تي العالمي أوروبا فاناتيك المدعوم من كاس اي دابل يو اس الذي يشارك فيه لأول مرة متقدما على فراق عالمية عريقة إذ حققت السيارة التي يقودها سمو الشيخ عيسى بن عبدالله آل خليفة ولويس وليامسون ومارتين كودريتش زمنا قياسيا قدره ساعة واثنتين وخمسين دقيقة وثمان ثواني وهو الأسرع على الإطلاق خلال المراحل الأربع للسباقات التجربية التي قيمت يومي ثلاثاء والأربعاء الماضيين على حلبة بول ريكارد الفرنسية ترجمة نانسي قنقر